ومن باريس للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مصطفى طوصى الإعلامي والمحلل السياسي وكذلك من لندن أبرى خدمة سكايبة الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب والباحث السياسي أهلا وسهلا بكم أبدأ من باريس مع ضيفي هناك السيد مصطفى طوصى سيد مصطفى يبدو أن فرنسا تهتم على أعلى المستويات بما بعد هذه الحادثة وهناك الكثير من الإجراءات وكذلك مواجهة المتطرفين في الانترنت ودعوات إلى ترحيل المتطرفين كيف نقيم ابتداء هذه ردة الفعل؟ نعم ردة الفعل من طرف السلطات الفرنسية ومن طرف رئيس الجمهورية إيمانيو الماكرون كان هدفها بعت برسائل مطمئنة للرأي العام الفرنسي بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنهم من العمليات الإرهابية خصوصا العمليات الإرهابية ذات الطابع الداخلي وهناك الآن لدى الأوساط المتتبعة لهذه القضايا قناعة بأن هناك نقلة نوعية ومنعطف حاد اتخذته السلطات الفرنسية هي لا تلاحق فقط من ارتكب الفعل الإرهابي بل أصبحت تلاحق أيضا البيئة الحاضنة لهذا الفكر الإرهابي الذين يشاركون في صنع وترويج ونشر الأفكار المتطرفة هم أيضا هدف للسلطات الأمنية الفرنسية سواء كانوا عبر جمعيات دينية أم جمعيات ثقافية أم شخصيات لذلك كان هناك تخذ القرار الاستراتيجي بغلق بعض الجمعيات التي كانت موجودة على السحة السياسية الفرنسية كالجمعية لمناهدة الإسلاموفوبية كباركا سيتي مثلا مثل هذه الجمعيات تتهم من طرف السلطات الفرنسية بأنها تروج وتشجع الخطاب الديني المتطرف الذي يتوج في آخر المطاف بفعل إرهابي كما اتخذت السلطات الفرنسية أيضا قرارا غير مسبوق بهذا الحجم وهو إبعاد عن التراب الفرنسي العديد من الشخصيات التي كانت متهمة استخباراتيا بأنها تشارك في نشر وصناعة والترويج للخطاب المتطرف حتى وإن كانوا فرنسيين شيد مصطفى إذا كانوا فرنسيين فهناك معالجة أخرى يعالجون على المستوى الوطني وربما يتم ممارسة القضاء بطريقة حازمة تجاههم وقد تتوج هذه بالسجن أما بخصوص الذين يملكون الجنسيات العربية وحتى مزدوجي الجنسية هناك قرار بتقديمهم للقضاء بسحب الجنسية الفرنسية منهم وبإبعادهم إلى بلدانهم الأصلية وهذا قرار حازم اتخذه الرئيس إيمانيو الماكرون للجواب على هذا الخوف وهذا الفزع الذي زرعه هذا العمل الإرهابي الأخير الذي قام به هذا الشاب من أصل شيشاني وتسبب في صدمة قوية يعني ليس لديها مثيل إلا تلك التي ضربت مجلة شارلي إبدو منذ خمس سنوات السلطات الفرنسية تريد بطريقة أو بأخرى أن تبعت برسالة قوية بأنها قادرة على اتخاذ كل القرارات لتجفيف الفكرة التي يشجع الإرهاب والتطرف ويشجع العنف تحت غطاء الدين دكتور فؤاد أيضا أنت من وجهة نظرك من لندن كيف تراقب هذه الإجراءات الفرنسية وما هو الحد بين تطبيق القانون أو هذه الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع هجمات إرهابية تحت مسمى إسلامي وما بين نصرة اليمين وبالتالي ربما خلخلت الأمن الاجتماعي وتغليب جهة على جهة لأن الجهة الأخرى الإسلامية ستشعر أنها دائما هي متهمة وهي ربما ينظر لها بريبة نعم مستاذ علي حقيقة ما زالت هذه المقاربة التي يتحدث عنها سوز مصطفى هي مقاربة أمنية وأيضا اللجوء للمقاربة الأمنية طول الوقت وبما يجدي على المدى القصير لكن على المدى البعيد لا يجدي نفعا هنا نحن أمام ما يسمى بحوار الترشان لا أحد يستمع إلى الآخر ما زلنا أسرى النمطية أسرى المقاربة الأمنية أسرى الفكر والفكر المضاد وليس حتى على أرفع المستويات عندما يتحدث الرئيس الفرنسي ماكرون ما الذي يرد عليه يرد عليه شيخ الأزر يعني قمة السلطة الدينية في العالم السني مع رئيس جمهورية يعني المستوى وصل إلى هذا الحد ونجد خلافا شديدا يعني كلام الرئيس ماكرون أيضا يعني خلافا للمقاربة الأمنية نحن نتحدث بموضوعية أولا ندين الحد طبعا أشد دانا وقد أدانه شيخ الأزر هذا يعني أمر شنيع ويدر بالإسلام أكثر مما يدر بفرنسا ولكن نحن نتحدث بشكل أكثر موضوعية وأكثر شمولية عندما يتحدث الرئيس الفرنسي عن الإسلام بأنه دين انغلاق دين أهله منغلقون لا ينفتحون لا يتقبلون قيم المجتمع المدني الحديثة أو القيم الفرنسية فهذا أيضا يؤجج نوع من المشاعر الكراهية فيجب أن نظر إلى المسألة بنظرة شمولية موضوعية لا يكون هناك أي استفادة من الدروس السابقة نلاحظ تكرار نفس النمطية في الإسلوب ولكن هل ترى هذه المقاربة دكتور فؤاد أنها مقاربة ربما محقة ومنطقية إذا ما انتقد أحدنا الإسلام وبالتالي يكون الرد من المسلمين أو من يحسب على المسلمين بأن يقطع رئيس مدرس لأن الرئيس قد انتقد المسلمين لا طبعا هذا غير مقبول من المخاطب هنا المخاطب هنا لأنت لا تستطيع أن تخاطب الفكرة المستنية لأنت تخاطب فكرة غير مستنية فكرة متطرة فكرة يستغل فهو الموضوع زي ما قلت لك حوار ترسام بمعنى أن الطرف الذي يخاطب هو طرف المعني وليس معني بما نقوله من هنا يجب إعادة جذرية لنوعية العلاقة أيضا طبعا تصريحات من هنا أو هناك ربما تؤثر لأنك لا تستطيع أن تضمن مدى أفق الشخص الذي يرتكب مثل هذه الحواد هو في نظره هناك إساءة للنبي وهو يراها في هذا الإطار هذا الموقف تكرر على يمكن ثلاث مرات الآن في مدة بسيطة بما يعني أن الخطاب لا يصل إلى الذين يجب أن يصل إليهم الخطاب هذا ما أريد أن أقوله لا أذكر هذا الحدد في طبيعة الحال ولكن هذا يعني في نوع فيل بن القادس يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني يتحدثون عن مثلا حوار الأديان فأين هو هذا الحوار؟ إذا كان الذي دخل في المعادلة طرفان كبيران أساسيان رئيس كمهورية لا يفتأ يتحدث عن فلسفة الفرنسية وانتظر إلى الإسلام وعند عدد من المسلمين دعني أقول هذه الرؤية دكتور فؤاد إلى سيد مصطفى سيد مصطفى كما تفضل الدكتور فؤاد بأن المقاربة الأمنية لن تؤتي بنتائج على المدى البعيد وكذلك هذه الإجراءات ربما لن تنتج حلا حتى على المستوى الآن والمشكلة لها جذور كثيرة وأضيف أيضا سؤال من عندي لماذا سكتت السلطات عن منابر التطرف كل هذا الوقت لتلحق الحدث بعد وقوعه نعم أولا يجب الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي مانيون مكرون ليس في حرب ضد الإسلام بشكله الشمولي يعني بالرغم من كل ما قيل في شبكة التواصل الاجتماعي هو يريد أن يحافظ على أمن واستقرار المواطنين الفرنسيين وهو يقول كيف يمكن لجمعيات تستفيد من الدعم العام من المال العام من الضرائب الفرنسيين أن تجيش هذه الموارد لصناعة خطاب متطرف يهدد بالانفصالية والانعزالية ويهدد بالشرخ داخل المجتمع الفرنسي كيف يمكن لشخصيات دينية تستغل مبدأ حرية التعبير وحرية التعايش السلمي لكي تصنع هذا الخطاب المتطرف لذلك هو يتخذ هذه الإجراءات ربما ذات طابع أمني لكن هي في حقيقة الأمر ذات طابع سياسي يعني يجب على كل من يريد أن يعيش تحت سقف الجمهورية أن يحترم قواعدها وقيمها وأن لا يصنع أو يشارك في صناعة خطاب يهدد هذا العيش المشترك وهذا الوضع الذي يعيشه المسلمون هو يقول بأن هناك أو السلطات الفرنسية تقول بأن هناك أقلية في فرنسا تستغل هذا الغطاء وهذه الضرفية لكي تروج لهذا الخطاب من شيء أخرى هناك أيضا عنصر مهم يجب الإشارة إليه هنا وهو أن عندما يتحدث إيماني المقرأة عن محاربة التطرف الإسلامي ومحاربة الإرهاب هو أيضا يقصد بعض الدول الإقليمية التي عادة ما كانت تحت غطاء يعني تمويل المسلمين وتمويل المساجد وتمويل الجمعيات تحت غطاء هذا التمويل كانت تشجع هذا الخطاب المتطرف وهنا صابع الاتهام موجهة بطريقة واضحة لقطر ولتركيا هناك اتهام بأن بعض القوى الإقليمية كانت ولازالت تريد أن تعبث بأمن فرنسا الداخلي عبر تشجيعها هذه الجمعيات المتطرفة وعبر صبها الزيت على النار على الخطاب المتطرف لذلك هناك مقاربة داخلية أمنية وسياسية ولكن أيضا مقاربة ديبلوماسية سيتم الحديث بطريقة واضحة مع بعض الحلفاء العرب الفرنسيين لكي يكفوا ويرفعوا يدهم على المسلمين في فرنسا الإعلامي والمحلل السياسي سيد مصطفى طوسة ضيفنا من باريس شكرا جزيلا لك وشكرنا موصول إلى ضيفنا في لندن عبر خدمة سكايب الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب والباحث السياسي دكتور فؤاد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك